في يوم من الأيام امرأة هزمت في معركتها مع الشيطان واقترفت فاحشة الزنا أقبلت إلى نبي الرحمة المطيبة الأفواه بالصلاة والسلام عليه ونيران الذنب تلسع روحها والضمير يخنقها وهي تقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يا رسول الله إني زنيت فطهرني يا الله نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم هو يعلم كيف سيكون التطهير ولا يريد أن تثبت عليها التهمة فيشيح عنها صلى الله عليه وسلم في رسالة اذهبي وكأنه يشير لها اذهبي واستري على نفسك وتوبي بينك وبين ربك وهي العذاب يقطعها من داخلها فتأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمامه يا رسول الله ما هي قادرة تنام ما هي قادرة تفكر في حاجة خلاصة ضمير خانطها ما هي نتوق يا رسول كيف هي تفكر كيف ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وهي حبلة من الزنا ومعها هذا الطفل يا رسول الله يا رسول الله إني زنيت فطهرني يعرض عنها النبي عليه الصلاة والسلام إشارة اذهبي واستري على نفسك وتوبي بينك وبين ربك تأتيه من الآن يا رسول الله يا رسول الله العذاب اللي في قلبها إني زنيت فطهرني يطيل النبي عليه الصلاة والسلام النظر إلى مكان بعيد إشارة لها مرات ومرات أن يذهبي يذهبي وهي تأتيه يا رسول الله لقد زنيت وإني حامل من الزنا فطهرني يقبل عليها النبي عليه الصلاة والسلام ويأمرها بأن تذهب حتى تضع ما في بطنها إشارة لها لعل في التسعة الأشهر هذه استفيق لها عقلها وتستر نفسها وتغيب مع تلك الأوجه فتتوب بينها وبين ربها إلا أن هذه الإمرأة الصادقة التي لم تكن هذه الفترة كفيلة بأن تطفئ نار الذنب الذي في قلبها عادت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن وضعت ذلك الطفل الرضيع وفي يدها يا رسول الله أنا تلك المرأة التي أتيتك قبل تسعة أشهر يا رسول الله طاهر همها كيف ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ماذا فعل النبي 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 الرحمة صلى الله عليه وسلم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إليها وإلى رضيعها اذهبي حتى تفطمي يا أحبة يريدها أن تستطر بستر الله في المرات الأولى يشيح عنها يعرض عنها علها أن تفهم الرسالة يؤجل المحاكمة التي فيها رجم بالموت سنتان علها أن تستفيق وتستطر بستر الله سبحانه وتعالى إلا أنها لم تفهم الرسالة وهي قلبها يحرقها في كل ثانية كيف سأقف بين يده الله سبحانه وتعالى زانية لا أذهبن إلى رسول الله ولا أطلبن منه أن يطهرني تأتيه بعد سنتان وطفلها قد أكل شيئا وقد فطم يا رسول الله أنا تلك المرأة التي قد أصبت حدا من حدود الله يا رسول الله طهرني نبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها لم تفهم الرسالة وحد الله نافذ وأمره نافذ فيأمر النبي عليه الصلاة والسلام برجمها ختاما رسالة لمن وقع لو رأك نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لأحبك إن كنت صادقا وتريد أن تتطهر تردام لك أنفاس أبشر بالخير الأبواب مفتوحة لم تغلق اسمع والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حق ولازم بعد التوبة عمل وإنت كنت تجتهد هناك كمان في الظلمات لازم تري الله سبحانه وتعالى من نفسك صدق التوبة تريه الصالحات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الله يغفر لهم يتوب لا 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 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يا الله وكان الله غفورا رحيما والله أنت صاحب القرار أنت تستطيع لأن تغير كل حاجة في حياتك يا أخي الطريق إلى الله جميل والله هتعيش مرتاح من شرح الصدر وإن كلفك هذا الأمر أشياء كثيرة بس هتعيش مصطلح مع نفسك ومرضي لله سبحانه وتعالى وحتكون الوفادة على الله يوم تفارق الدنيا وفادة جميلة الله يبلغنا وإياكم حسن الختام صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليكم